السلام عليكم اليوم سوف نحضر معكم كريب مالح يأتي في الفران بالنسبة للمقادر اللي سوف نحتاج الكريب نسيطر الحليب نجمع القبار زبدة ضيبة 125 قرام دقيق مبشور حمضة صغيرة 4 بيضات مصطر الحليب و الملحة في إيناء مصطر الحليب نضيف 4 بيضات بالنسبة للبيضات سوف يكونوا متوسطة للحجم إذا كان لديكم البيض كبير فكتافي غير بثلاثة نخفق البيض حتى ينساجم البيض ما يبقاش مجموع عاد كنزيدو معلقة صغيرة ديال مبشور حامضة يعني الكريب كتجي في هديك النسمة ديال الحامض كتجي بنينة نحن نضيف تستعمل الطراب اليدوي أو لا الطراب الكهربائي فأنا كتافيت غير الطراب اليدوي نضيف معلقة تكبار ديال الزبدة ديبة راس معلقة جيل لبزار راس معلقة صغيرة و راس معلقة كذلك صغيرة جيل ملحة نخلط المكونات و نزيد تدريجيا نطقيق مياه و خمس و عشرين قرام ديال نطقيق يعني رابعة نزيد تدريجيا نطقيق حتى تعطينا واحد الخالط اللي مكي يكونش تقيل بزاف و مخفيفش بزاف يعني كتافي و غير برابعة ديالتقيق نخلط المكونات و نخليه الكريب برتاح و ندوز و نخدمه الحشوة بالنسبة للحشوة نحتاج 1 كيلو ديال الكفتة مثلا صغيرة مقطعة سوس بشاميل موزاريلا زيت زيتون و زيت نباتية معلقة صغيرة ديال سانيدة معلقة صغيرة ديال تماطم قرارة جوش خصوص ديالتومة و راق سيدنا موسى و الملحة والمائزار في مقلة تقوم بقليه نضيفها في مقلة فوق من النار هادئة نزيد عليها نصف معلقة ديال الملحة و نصف معلقة ديالتاليبزار نزيد عليها معلقة كبيرة ديال زيت زيتون أربع كاس صغير زيت نباتية نضيف الماء نضيف الماء ورق سيدنا موسى ورق سيدنا موسى يتضيف الماء تضيف الماء ومعرقة سنيدة تضيف الماء وسيضيف الماء تضيف الماء سيضيف الماء بالتحرك نضيف الكفتة و نضيف الكفتة و نضيف الكفتة نضيف الكريب 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 أغلبت الأكثر من المفادي الآن الأنية تغطير نضع الضبhés نضح بالزبد و نستففف و الأمر كنا نضيق تبقى و نضيف ونضيف الوقت بعد أن نستفن الكريب نضيفون فوقهم لأسوص بيشامل تبقى نضيف الوقت بيشامل نغطي الكريب كله سلسلة بيشامل و الموزاريلا وندخلوه فران على درجة 190 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يتحمر الوجه دياله هذا هو شكل نهائي ديالي كريب كي يجي رائع كنقدموه تيتقدم هو ساخين بصحا ورحا ونتمنى لصفاتنا لإعجاب ديالكم متنسوش تدعموني بلايك وتابنوا معي فلاقباش شكرا